اشتركوا في القناة القرآن كان اقرأ وكلنا عارفين قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر حينما خيرهم ما بين أن يعفوا عنهم مقابل أن يعلموا عشرة من المسلمين القراءة والكتابة النهاردة هنتكلم أكثر عن اقرأ وأمة اقرأ مع الأستاذة مروة صالح كاتبة في التاريخ الإسلامي أهل المسلم حضرتك نورتين النهاردة أستاذة مروة حضرتك اخترت التاريخ الإسلامي علشان تكتب فيه فأنا عايز أعرف ليه بالذات التاريخ الإسلامي والله هو أنا لاحظت في أولادي وأولاد جيراني ومحيطي أن في علاقة مواد ده مفقودة بين الشباب بصفة عامة والقراءة وبين القراءة في التاريخ وفي الدين بصفة قصة وكنت عارفة أن أنا ربنا أنا معلها موهبة الكتابة وعندي أسلوب كده بسيط فقلت أن أستغل الموهبة دي وبعدين حصل بقى شوية يعني مش عايزة أقول دوافع لكن أحداث كده هي وجهتني بدون ترتيب مسبق مني يعني قدر إلهي بحث أن أنا اشتغلت في الموضوع ده وكان له قصة كده ممكن أقولها باختصار أنه يعني الشباب من عائلتنا اتجمعوا كده في مناسبة عزة وكان مفروض أننا هكلمهم في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن وانتهت القعدة بتاعتنا على أن إحنا هيبقى لنا لقاء مرتين في الشهر خميس أو خميس لا ونحدد الموضوعات اللي هنتكلم فيها واختغروا أن إحنا نتكلم في قصص الأنبياء وأنا اجتهدت جدا بقى على ما عادل لقاء بتاعنا بعد إسبوعين أن أنا أجتهد بداية من قصة سيدنا آدم وربنا يسر لي بقى أمهات الكتب اللي فجأت بأن هي يعني بتتحدث علي كده من حيث لا أحتسب وكانت ظروف شغلي وقتها يعني يسرت لي أن أنا برضو أتفرغ شوية للكتابة دي وابتديت وشاء رب العالمين أن أنا مقابلتش الولاد دولتين بس كملت بقى الوحدي لكنهم كانوا مصدر إلهام لحضرتك كانوا مصدر إلهام أه فعلا أول كتاب لحضرتك في السوق المصطفون الأخيار عايزين نتكلم عن الكتاب حضرتك عاملة أجزاء للكتاب إحنا معنا الجزء الأول والثالث والخامس ما شاء الله أنت عاملة خمس أجزاء فلما جي أتكلم عن كل جزء بتكلم عن إيه فيهم كلهم بتكلموا عن قصص الأنبياء يعني إحنا لو خدنا مثلا الجزء الأول هنلاقيه من قصة سيدنا آدم إلى قصة سيدنا صالح الجزء الثاني هنلاقيه من قصة بداية من موسى وهارون وما طبعهم من بعض الأنبياء اللي ما هماش لهم قصة أو القرآن ما حكاش قصتهم بالتفصيل بس برضو أنا اتكلمت عنهم الجزء الرابع قال عمران بداية من امرأة عمران إلى سيدنا عيسي كل دول يدخلوا تحت عائلة عمران وبعد كده بقى الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام خلت له جزء الوحد ده الجزء الخامس محمد رسول الله استمتعت بكتر جزء وانت بتكتفيه كان أي جزء فيه؟ بصي هو طبعا قصة سيدنا محمد وانا ما ابتديتش من بعثة محمد ولا ميلاد محمد انا ابتديت من المبشرات بزمان هذا النبي من قبلها بمئة سنة يعني كان فيه رؤى وكان فيه ناس رأوا رؤى وفيه قصة سد مقرب اللي الفيران أرقضته فوقع وكل ده كان رؤية وكان في نهاية الرؤية دي انه شيء ما خطير هيحصل في الجزيرة العربية الى مثلا احداث عام الفيل اللي تولد في نهايته الرسول عليه السلام وقصة بقى أبرها وهدم الكعبة والمحملات دي انا شايفة بص في الجزء الخامس لمحمد رسول الله يعني مش السيرة الزاتية فقط لسيدنا محمد ولكن حضرتك أيضا بتكلم عن بعض الصحابة صحي كده؟ اه يعني بعض الصحابة من خلال علاقتهم بالرسول لكن ما هيش قصة الصحابي في حد ذاته لا الصحابة بقى يعني كمان مش عايزة أقول الصحابة يعني ده كتابي التاني بقى ان شاء الله يعني احنا معنا الأجزاء كلها دلوقتي على الهوى فممكن نشوف الجزء التاني لو موجود معاكم علشان هو مش موجود معنا تمام طيب لو في حد بقى من المشاهدين حابب ان هو يحصل على الكتب والأجزاء من المستطفى الأخير يعني هو الكتاب معروض في مكتبات دار المعارف ومكتبات دار المعارف منتشرة في جول كل محافظات الجمهورية ولكن العايز بردو ممكن يتواصل معايا من خلال الرقم أنا عامله مخصوص للتواصل معايا على الكتاب الرقم موجود دلوقتي بردو على الشاشة ولهم حابين يتواصلوا للحصول على الكتاب أو الأجزاء جميعها يتواصلوا على الرقم الموجود تمام بردو حضرتك ليكي يعني كتابات أخرى لسه بلازلتش السوق وجميلة كمان برضو بتكلم في التاريخ الإسلامي فممكن بقى نتكلم نشوف إيه الكتب اللي حضرتك بتحضريها والله أثناء ما كنت شغالة في الجزء الأخير بتاع قصة سيدة محمد وده يعتبر أكبر جزء في عدد الصفحات حوالي أوفر 300 صفحة أخذ مني أكتر من سنة لواحده شوي فأثناء ما أنا شغالة فيه كان سنة 2008 جزء حد من أصحابه قاله أنا ابن أخويا بيحضر رسالة وعايز فصل عن عمر بن عبد العزيز عايز حد يساعده في الرسالة بتاعته بفصل عن عمر بن عبد العزيز فأنا يعني خركت شوية من المصطفى ونا الأخير وركزت مع شخصية عمر بن عبد العزيز وطبعا شخصية عمر بن عبد العزيز من الشخصيات اللي أنا أنصح بإن إحنا مش بس نقراها ده إحنا نذاكرها نذاكرها ونطبقها ويعني إن شاء الله في وقت تاني هنتكلم عن الشخصية دي كده في حد ذات هو الكتاب اسمه رجال من أمة محمد أيها فأنا اشتغلت على ورد فايل وفعلا عملت فصل عن عمر بن عبد العزيز وسلمت وربما يكون نفع ويعني إن شاء الله ورجعت تاني أكمل في قصة سيدنا محمد لغاية ما خلصتها وأخدت عليها إجازة من الأزهر سنة 2009 وهديت كده شوية بعد المجهود ده ورجعت أدور في دفاتري القديمة ساعة ما سيفت الورد فايل اللي اسمه عمر بن عبد العزيز حطته في فولدر والله وقدر أقسم بالله ما كانش في نيتي خالص إن أنا حكمل ولا حامل أي حاجة وقدر أن سميته رجال من أمة محمد ونسيت الموضوع بغاية ما رجعت له بعد أكتر من سنة قلت الله طب ما إحنا فعلا إن دي الهم من عند ربنا بقى إن أنا أشتغل في الموضوع ده عايزة بعد قصص الأنبياء أتكلم عن الناس لهم أنبياء ولهم صحابة ولهم تابعين ولكن لهم باصمة في طريق أمة الإسلام يمكن كتاب رجال من أمة محمد ذكرت فيه بعض الشخصيات بالفعل اللي مش معروفة لدى الكثير من الناس وأنا شخصيا وده تكسير طبعا مننا كان أول مرة أسمع عن شخصية يوسف بن تشقين تشفين فلما نتكلم مين الشخصية دي؟ يوسف بن تشفين شخصية من تاريخ المغرب العربي مقابلة تماما لشخصية شهيرة عندنا في المشرق العربي اسمها صلاح الدين الأيبي صلاح الدين أصلا اسمه يوسف بن أيوب علماء التاريخ لما بيجوا يتكلموا عن الشخصيتين دول تحديدا بيعملوا فصل للمقارنة وده أنا دخلته في اكتاب فصل للمقارنة بين يوسف بن أيوب في المشرق العربي اللي هو صلاح الدين الأيوبي ويوسف بن تشفين في المغرب العربي تندهش من أوجه الشباح متشابهين في الإسم متشابهين في الأبناء ده ابنه الأكبر اسمه علي وده ابنه الأكبر اسمه علي متشابهين في النشأة طريقة النشأة اللي ده تربع عليها وده تربع عليها متشابهين متشابهين في الصولات والجوالات والانتصارات العسكرية يعني معروف عن ذلك نظر أنه إحنا في التاريخ الإسلامي ما فيش ذكر كتير ليه وهناك ما عرفوش صلاح الدين الأيوبي برد في المغرب العربي في دول المغرب العربي وكان نشأة الراجل ده تحديدا في موروتانيا وجنوب السنغال والمنطقة دي ما يعرفوش كتير عن شخصية صلاح الدين الأيوبة تعالى بس يعني على معتقد أن ما فيش حد في العالم الإسلام يعرفش صلاح الدين الأيوبة بسبب الفلسطيني والكودسي بالزبط بالزبط هو بقى يوسف بن تشفين عمل شيء مشابه معركة خالدة لا تقل عن حطين معركة اسمها معركة الزلاقة معركة الزلاقة دي تخص تاريخ الأندلس اللي بيقرأ في تاريخ الأندلس حيعرف كويس إيه معركة الزلاقة وإيه معركة وإيه الشخصية اللي اسمها هي يوسف بن تشفين يعني قالوا ساعتها في التاريخ أنه الراجل ده بالأجيال اللي ربها أخر احتلال الأندلس مرة تانية حوالي 400 سنة إلى أن زي سنة الله في الكون إلى أن بقى بيتطلع أجيال الدنيا واخدها وأجيال بتبعد شوية عن الخط يعني إيه وسمة الكون لكن الراجل ده هو بينه كمان وبين يوسف بن أيوب 100 سنة يعني يوسف بن تشفين في تاريخ الأندلس ومرت فترة ملوك التواقف والفترة دي كان بينه بين صلاح الدين حوالي 100 سنة برضو للوقت مش كتير برضو آه مش كتير بس كانوا شخصيتين منفصلتين كمانا هو فيه تشابه فسحنا ما أحواجنا لشبيه لصلاح الدين الأيوب في هذا العصر يعني لكن يوسف بن تشفين طبعا لا يقل عن صلاح الدين الأيوب وهو عمل معركة خالدة ده هم سموها الزلاقة ليه من كتر دماء الأعداء اللي أسيلت وكانوا بيتزحلقوا في الدماء بينزلقوا في الدماء ومئة الزلاقة من كتر ما الأرض منزلقوا من دماء الأعداء واللي سمى التسمية دي الأعداء نفسه برضو حضرتك عاملة فصلة عن آلة زينكي في الكتير فيعني أنا بحاول عربوط ما بين آلة زينكي اللي هم إعمام برضو صلاح الدين الأيوبي مش عارف كده المعلومة صليحة اللي هم شيوخوا يعني هم ما فيش صلة قرابة لكن هم شيوخوا اللي تربع لقديهم يعني أنا كانت نيتي برضو في الأول إن أنا حكت فصلة عن عمر بن عبد العزيز وفصلة عن صلاح الدين الأيوبي وما كانش في بالي يوسف بن تشفيم بس جالي قدرا كده برضو المعلومة دي فاشتغلت فيه وبعد كده قلت حدخل على صلاح الدين الأيوبي ما تقدريش تدخولي في صيرة صلاح الدين الأيوبي من غير ما تتكلمي بإنبهار وكده وشغف إن انت تعرفي اللي جاي إيه غير لما تشتغلي وتتعرفي على آلة زينكي آلة زينكي دول عائلة عائلة من الناس برضو اللي غيروا مجرى التاريخ وربما يكون التاريخ ما دهمش حقهم وما خدوش من الشهرة الإعلامية والكتابات زي ما أخد صلاح الدين لكن هم اللي عملوه آلة زينكي والأسرة الزينكية عموما كانت النواة اللي انطلق منها صلاح الدين الأيوبي وكان يعني هم أصلاً من جزور اسمهم السلاقيقة اللي بيقرأ بقى في التاريخ الأديم بيعرف التعبيرات دي شوية فالسلاقيقة دول هم اللي بنصروا الإسلام دول اللي كانوا جايين من فارس كان أصلاً من بلاد فارس وبعضهم من الأتراك وهما معظم الأحداث دي مكانها حالياً مثلاً جنوب تركيا وآسيا الصغرى والمنطقة دي مش من الأتراك من الأكراد صح؟ أتراك بس صلاح الدين كردي ولكن في علاقة تعاملات بينهم وبين الزنكيين فهم دول أكراد أه وفضلوا أكراد ولكن نسبتهم للأكراد دي من الأمور اللي فيها يعني شبهات تاريخية طيب نرجع تاني برضو لكتاب المصطفى الأخيار وحضرتك قلت إن بيتكلم عن قصص الأنبياء فكم نبيت كلمت عنهم؟ يعني في حوالي قصة 27 نبي منهم 25 نبي اللي مذكورين بالاسم صراحة في القرآن وفي بعض الأنبياء مذكورين ضمنا زي مثلاً نبي بني إسرائيل اللي جي بعد سيدنا موسى اللي هو فتى موسى في قصة الخضر اللي مذكورة في سورة الكه فتى موسى ده اللي عاصر مع سيدنا موسى والخضر ثلاث أحداث بتوع السفينة والولد والجدار كان هو نبي بني إسرائيل القادم بعد سيدنا موسى كان اسمه يوشع بن نون يوشع آه يوشع بن نون ما هواش اسمه مذكور صراحة مذكور ضمنا يوشع بن نون ده كان برضو ما هواش من الأسماء الشهيرة يعني وناس كتير ما تعرفهوش كنبي ولكن هو حصلت معاه معجزة من المعجزات اللي ربما اندهش لها ناس كتير مش عارفينها إن هي ربنا أوقف له الشمس بني إسرائيل كانوا بيحربوا أقوام من أعداءهم اسمهم العمليق وكانوا يعني ده اسمه على مسمى كان الواحد فيهم طوله 12 دور وعرض كتفه ومعرفش إيه عمليق فعلا اسمه على مسمى وكان قوم سيدنا موسى من بني إسرائيل اللي هم المأسات العادية بتاعت وقتها فكانوا بيخافوا جدا من أي لقاء عسكري أو حربي بينهم وبين العمليق دول وكانوا بيستبشروا أو مش عايزة أقول بيستبشروا بيسبتهم نفسيا وجود التابوت العهد معهم ربما دولا اللي كان المفروض يدخلوا فلسطين يعني لملاقاتهم فقالوا سيدنا موسى العمليق اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدوا بعد وفات سيدنا موسى سيدنا موسى مات في سنوات التي الأربعين سنة بتوع سنوات التي سيدنا موسى وهارون توفهوا فيها وما كانوش المسلمين لسه دخلوا أريحة عفوا بني إسرائيل ما كانوش لسه دخلوا أريحة اللي دخل بهم أريحة هو يوسف بن تشفي هو عفوا يوشع بن نون كان العمليق دول كانوا بيخافوا منهم بني إسرائيل واللي كان بيثبتهم شوية وجود تابوت العهد أو تابوت المساق كما يسمى في بعض الكتابات التابوت ده في إيه؟ فيه بقية مما ترك قالوا موسى وقالوا هارون يقال بقى فيها عصر موسى فيه شعرات من دقني سيدنا هارون عمت سيدنا موسى وإيه؟ وبقية مما ترك قالوا موسى وقالوا يعني ما كانش فيه صحف لسيدنا موسى في هذا التابوت ما هو يعني كل ما ترك بقى ربما يكون فيها أوراق من الألواح من التوراق قالوا موسى وقالوا هارون احنا دلوقتي معنا برضو صور الكتاب على الشاشة للتواصل لرقم التلفون موجود أسفل الشاشة للحصول على الكتاب والمكتبة اللي موجود فيها الكتاب هي دار المعرفة مكتبات دار المعرفة موجودة بجميع المحافظات يعني صحي كده؟ ايه تمام تمامت فضلي يوشع بن نودنا حصلت بينه وبين العمليك دول حرب ودخلوا في الحرب بفعلا وكان صابح يوم السبت يوم السبت يبدأ من مغرب الجمعة إلى مغرب السبت فلو دخلت عليهم مغرب الجمعة اللي هو بداية يوم السبت لازم يمتنعوا عن القتال هو يوم السبت بالنسبة لهم يوم عبادة فقط ما عملوش فيه أي حاجة لا يحربوا ولا يسفروا ولا يعملوا أي حاجة يعني قطعوا للعبادة يوم أجازة وكانت الحرب سجال الحرب سجال يعني لا الفريق ده غلب ولا الفريق ده الهزم عملين رايحين جايين كده والحرب لا تنتهي الأعداء العمليك فضلوا يضيعوا الوقت كده لغاية ما تدخل مغرب الجمعة وبالتالي حيكن فريق المسلمين وأنا طبعا مستمعين مسلمين أتبع نبيه كل نبيه هم مسلمي زمانه فكانوا مستنين أن تدخل عليهم مغرب الجمعة فحيسكن فريق بني إسرائيل وهيروح التنين إيه هجمين عليهم وهزمينهم تضرع سيدنا يوشع بن نون تضرع إلى الله أن يوقف له الشمس فلا تغرب بص للشمس كده وقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم أوقفها ليه وقفت الشمس وتأخرت عن معادها قيل ست ساعات وقيل أكتر لم تغرب الشمس في معادها هذا اليوم إلى أن انتصر بني إسرائيل قصة جميلة جدا ويمكن فعلا كتير معرفش حاجة عن الموضوع فممكن يكون فيه كتير معرفهاش لكن دي إحدى معجزات سيدنا يوشع بن نون والتاريخ الأنبياء عموما جميل جدا يعني موجود فيه قصص تعتبر من المعجزات والحاجات اللي إحنا ممكن نسمعها خيالية ولكنها مش خيالية معجزات من الله سبحانه وتعالى ودي حكمة إلهية من أن ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن تلك القرآن قصص لأن ربنا هو صاحب الصناعة وعرف عباده يستهويهم إيه ويشدهم إيه فربنا يعني فيه في القرآن حواديث وده اللي أنا اشتغلت عليه في كتابي إن أنا أعرض القصص دي بلغة بسيطة على قد مقدر ما هياش فصحة ولكنها سليمة لغة عربية سليمة وإسلوب مبسط وأحكي الأمر بحدوتها يعني اكتهدت قوي في إن أنا يبقى كتاباتي بالتسلسل الزمن وكل حدث من الأحداث بحط فيه ما يخصه من آيات القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية وما شيئا تمام وقت أو المدة اللي حضرتك أنجزت فيها كتاب المصطفى والأخير أخذت قد إيه؟ حوالي تسع سنين المدة كبيرة جدا قدت في تسع سنين آه لأن أنا اكتهدت في المصادر وبعدت تماما عن الشبهات وبعدت تماما عن الإسرائيليات وكان مصادري من أمهات الكتب على الرغم من أشر الكتب اللي اتكلمت عن قص الأنبياء وغضب الإسرائيليات لما بيكون واحد من الإسرائيليات يعني في معظم الحالات بيشير أن ده إيه من الإسرائيليات وربما يكون فالحاجة الأمر اللي هو غير موثق أنا كنت بابعد عنه الحدث اللي غير موثق بابعد عنه اعتمدت كده على المراجع الإسلامي فقط على المراجع الإسلامي الموثقة واعتمدت على أن الأظهر حيراجع مراجع دقيقة الأظهر راجع مراجع دقيقة جدا وفضلة المستودات اللي بيني وبين لجنة المراجعة كده رايحة جاية شهور لحد ما خلاص دوني إجازة كممكن تعملوا الدكتوراه أيها ماشاء الله والله أنا كنت ابتدت في المشروع ده بس ما تمش لكن إن شاء الله حبتقتيني يعني أخبركم مشروع الدكتوراه إن شاء الله طيب حضرتك تكلمتي عن 27 نبي 25 اللي هما ذكروا أسماءهم صريحة في القرآن وثلاثة اللي ذكروا ضبنا تكلمنا عن ويش عبد النون مين تين كده في اتنين عندنا أنبياء أهل القرية أنبياء أهل القرية دول المذكورين في سورة ياسيني فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين دي شورة لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى بني إسرائيل آلاف من الأنبياء وكان حتى بشهادة القرآن إنه في قرية في نفس الزمان في نفس المكان معاصرين ثلاثة أنبياء ومع ذلك قتلوا في بني إسرائيل آه في بني إسرائيل وقيل إنهما كانوا موجودين في قرية اسمها أنطاقيا على حسب ما نفهم على حدود سوريا كده وكان برضو في القرية دي ملك بيدعي النبوة فربنا أرسل النبي عشان يمنعوه عن الدعاء النبوة والقصة بتاعت ونبي ثاني ونبي ثالث بيكتمعوا على شيء واحد إنهما امتنع عن ناس بالألوهية إلى نفسك والإله الأعظم الأوحد هو رب العالمين يمكن دائما في كل عصر لما بيطلع طاغية يقول أنا ربكم فبيبقى فيه نبي لازم وجود بقى نبي لازم دي صلنا مثال الله في كل طيب مين بقت التاني؟ لحما كده ذكرنا اتنين رسل القرية ويوش عبن نون كده نقص واحد كان فيه برضو قصة عبيرة كده يعني مش حضرني تفاصيلها تخص نبي من أنبياء بني إسرائيل المذكور في سورة البقرة مع طالوت طالوت يعني هحكي بقى حطة هرجع الورى شوي بعد وفات سيدنا موسى وهارون جمع بني إسرائيل بقية مما ترك قالوا موسى والهارون وحطهم في تابوت العهد وتابوت العهد ده كان شيء مقدس بالنسبة له وكانوا طول ما تابوت العهد ده في مقدمة البيوش يبقى الجيش ده حينتصر حتى لو هم خاملين إلى أن سرق منهم في معركة من المعارك تابوت العهد ده وانتفت في حياتهم الحروب بقى إلى أن طلع جيل يعني شامل نفس شوية تابوت العهد ده استهوى كثير يعني من المخرجين العالميين والممثلين الأجانب وعملوا عليه قصص وحكايا خرافية كبيرة جدا طبعا هو بالنسبة اليهود شيء مقدس في جانتهم طبعا ونحن أولى بموسى منه تابوت العهد ده لما تسرق منهم مقدروش يحربه وأصابهم نوع من الهزال والخمول إلى أن تظهر جيل يعني خدته الحمية شوية فراحوا لنبيين لهم اسمه أشموئيل النبي ده قالوا له عايزين نقاتل في سبيل الله واخرجنا من جارنا ومن أبنائنا عايزين نقاتل في سبيل الله عشان هدفهم يسترجعوا تابوت العهد وترجع ايه تقوى شوكيتهم تاني فقال لهم يفجوا فقالوا له اجعل لنا ملكا يعني قوة جيوش فقال لهم ربنا أرسل لكم طالوتة ملكا فهم عارفين طالوت ده وهم اعترضوا عليه بس اعترضوا لي اعترضوا لي حرجع برضه الورى شوية أصباط بني إسرائيل اللي هما شعوب بني إسرائيل ال 12 اللي هما أصلا أبناء سيدنا عقوب سيدنا عقوب اللي هو إسرائيل هو اللي اسمه إسرائيل وكل بني إسرائيل اللي هما بني عقوب وإلى حد يؤمنه هزم فأصباط بني إسرائيل دول اتوزع عليهم ملك الدنيا يعني سيدنا موسى لما ضرب الحجر وانفجرت منه الماء 12 عينا قد علم كل أناس المشرب كل جيل أو كل صبت كل شعب من شعوب بني إسرائيل دول وقف على عين مية الأباء والأجداد والأحفاد وكلهم كده وربعا مرتبطين كشعب اتوزعت عليهم مهام الدنيا دولة مسؤولين عن الزراعة محدش يزرع غيرهم بني فلان مسؤولين عن التجارة محدش تاجر غيرهم دول مسؤولين عن السلطة والملك محدش يتزعم غيرهم دول كل اللي كانوا مسؤولين عن شعب الحروب والانتصارات والملك العسكري ده كانوا بني يهوزة طلوت اللي رشحوا لهم نبيهم أشموئيل ده لم يكن من بني يهوزة من شعب تلك كلهم بني إسرائيل كان فقير يعني نقدر نقول كده أنه هو كان على مستوى أقل من أقولك الأصباط أبناء سيدنا عكوب كانوا 12 ولد كل ولد له بقى أبناءه أحفاده وأجياله كانوا زمان معمرين يعني كان بيعيش الواحد لحد ما يشوف مئات من أحفاده واخد بالك فكان كل شعب بقى كل سلسال من دول مختص كل سلسال من دول مختص بمهمة معينة فلما جاء لهم إن ربنا اختر لكم طلوتة ملكا قالوا له إيه إزاي أنه يكونوا لهم ليه ده من شو ما هواش من صبت الملك فقال لهم إيه إن الله صفاه عليكم وزاده وبسطة في العلم كان أقواهم جسمانيا وكان أقدرهم على القتال وعشان كده ربنا اختاره ولكن هم اعترضوا إزاي هم كده بني إسرائيل على طول بس أنا عندي سؤال قبل ما اختب لإن الحلقة خلاصة وشكت على الانتهاء كده معنى الكلام اللي حضرتك بتقولي إن سيدنا يوسف مخرجش من مصر وأهل سيدنا يوسف مخرجوش من مصر سيدنا يوسف الدفن في مصر في الأول والدفن في تابوت مخصوص كده كان معمول من المرمر ودفن على شاطئ النيل في مكان معين أهل أصاني عرفوه لحد النهار لما جي سيدنا موسى بيجمع بني إسرائيل عشان يخرج بيهم من مصر ذكروا نبوء سيدنا يوسف لما قالهم وانتوا خارجين من مصر خدوني معاكم يا بني إسرائيل قعدوا ينواروا على مكان تابوت سيدنا يوسف إلى أن لو ستة عجوزة جدا هي اللي عرفت تدلهم على مكان وفعلا خرجوا سيدنا يوسف كان مدفون في قرية في منطقة في مينيا تقريبا أو بين سويف على النيل ده صحي الكلام شيء جدا والقصة الحضرك بتحكيها شيقة جدا ويعني عايزين نستمع للمزيد والمزيد ولو أعدنا احنا مش هيكفينا أصلا من اليوم كله نوعب نستمع لحضرتك ما شاء الله وأتمنى لك التوفيق أستاذة مروى الكاتبة في التاريخ الإسلامي ربنا يوفائك ربك ونورتين النهاردة وكانت استمتعنا وأتمنى أن جميع المشاهدين يقرأوا كتب حضرتك لأنها بالفعل شيقة وممتعة شكرا جزيلا حضرتك أستاذة مروى صالح كاتبة في التاريخ الإسلام وأشكرا لكم مشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم